الثاني يبقى العامل البدني ليه عامل كبير قوي ووضح ان الانتاج تاريه ما بقوليش كرة خاطر في شوط تاني بدنيا النادي الاهل كان يعني اقوى بدنيا وده طبيعي الانتاج الحربي مبديا بس لازم كل اتحال الانتاج الحربي وكابتن مختار وكل اللعيبة لان اللي عملوه النهاردة اعتقد حاجة ما كاش حد متوقعها خالص خالص ولا حتى العيب بتاع الانتاج المتوقع الاداء ده لكن هما قدوا ده رجولي ساعدهم البداية المباراة ايمن الانفراد بهدفه اضع ضرب الجزاء للنادي الاهلي معظم العيبة النادي الاهلي مش 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 في وستوى مش في نص مستوها ودي ماشي مقبول وممكن نكون بعد المباراة بتاعة امبي هيقابلك كده بعد الفترة توقف صغولة دي اه انت بدنيا كويس بس ممكن بعض اللعيبة فنية تتأثر يعني النهاردة انت عملت احصائية كده لكم التامريات المقطوع والميس بازة ويقولوا تلاقي تكم مهول امرها ما حصلت ودي معه ده اساس الكرة كرة قدم اساسها استلام وتسلم انت لو بتسلم غلط بتدافع بتسلم غلط كتير قوي اخطاء كتير جدا ومن اللعيبة صعبة تعمل اخطاء دي فالنهاردة ماشي النهاردة يعني اللي انا عايز اقوله النهاردة المباراة ممكن مستفالر طلع منها تعادل يعني الحمد لله فيش خسارة يطلع منها يشوفوا الاخطاء بقى ما شوفش اجابيات انه النهاردة اجابيات قليلة جدا يا ايمن الاجابيات النهاردة لو شوفناها انت طمنت على معظم اللعيبة بتاعتك بدانيا بدانيا انت لأ لحد اخر ديقة بتجري معا مش اي مشكلة خالص ودي حاجة تحسب وحاجة ايجابيات النهاردة لكن بص بقى للسلبيات النهاردة ممكن يحصل ان يبقى عندك خمس ست لعيبة على فكرة بتحصل مش في مستوى طبيعي جدا في كرة القدم طبيعي جدا بعد التوقف الطويل ده كل حاجات دي مقبولة لكن اللي مش مقبول ان الاخطاء تقرر تاني هو ده دي الحاجة المش مقبولة ومش مقبول انك دخل على امورات تقيلة يعني انت دايما يعني انت عاصصة ان شاء الله للوداد تبقى في احسن مستوياتك بدانيا وفنيا وكل حاجة خاصة بك كلعيب كرة فاردي وكجامعية لان مهم جدا مورات الوداد تبقى ان شاء الله توصل لفرما انت متطمن على نفسك ماشي كل اخطاء دي مقبولة صلح اخطاء اكشوفوا النهاردة المشاكل كالدفعية موجودة ايه النهاردة وممكن نتكلمنا كلنا اتكلمنا النهاردة مشاكل الدفعية الوقفة نفسها لازم حيث تطلوع كله بقى كله طالع مع بعض فيش حاجة يستنى الحاجات دي كلها استفاد منها حيث انك تقابل من بدري كده برضو حاجة جديدة على دفاع نادر النهاردة ايما يعني جديد او انك تقابل بدري اوي ومش مغط نفسك وبتطلع غالبا كله على نفس الخط بس بتفرق خطة او اتنين جيب منها انفراده جيبينها الهدف انا مبلومش حد مبلومش حتى الناس بقولها محمد هاني لا مبلومش محمد هاني انا ببلوم على خط الدفاع كله خط الدفاع كله الاربعة اللي وراء وقدامهم اتنين مهمين جدا 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 قالوا ديانج وعمر السولية النهاردة بمنتهى الامانة من المهوراتهم النهاردة دفاعيا وهجوميا كان عمر الحسن الوحيدة النهاردة لهدف ويمكن برضو كنا فيه شوية حاصل انه خبط في تقريبنا احمد شديد وغيرت اتجاهها لكن لا النهاردة مش هاجبه حتى الدفاعية دايما بيطمنك ايما نصف ملعبك نصف ملعبك قوة جدا جدا وكنا اتكلمنا في ستوديو سابع على الطفرة اللي حصلت لعمر السولية وديانج في حيث انه بيكملوا الهجمة دفاعين كواسين اول وقت عندهم مميزات يعني نهاردة مميزات عمر تزديزة ما كنا اتكلمنا عليها قبل كده اه اتعادل واحد واحد لكن اه عندك يعني الهدف جيه اه عندك كسافة دي طبعا ممتازة انك انت خسران واحد سفر وشوط التاني بقولك انت بدنيا حالتك كويس اوي فانت عملي كسافة اللي احنا شايفينها على الشاشة دي يعني ثلاثة وثلاثة وثلاثة ست لعيبة على ست لعيبة ست لعيبة انتاج لكن يحسب العمر التمركز يحسب الديانج لباجي انه لعب كرة لبره ايه فعلا برضه من حسناته اللي عملها في الممبرانة النهاردة العامل كرة حلوة او بره استخدم طوله استخدم حتة الزكاة والهدوء وعمر زي ما بقولك التمركز طوع كويس اوي تزديدة حلوة خوطت ودخلت جول تعادل تعادل طبعا اكيد احسن من هزيمة لكن بقول استفادة النهاردة مبراء مبراء اخطاء كتير اوي وحلوة على فكرة حاجة دي ما زعلش في كورتة قدم وفرقة كبيرة لما عندك اخطاء كده كتير مش عيب على فكرة بس انا متأكد منه ايمن اني انا مش شوف لعيبة النادي الاهلي في المستوى ده النهاردة المستوى اللي هو متوسط مش هشوفه تاني خالص واكيد فايلر مش هسيب الحالة بتاعته نهاردة يتعدي لازم يعرفي الاسبات هل هو استفادة المبراء هل هو مش مد المبراء هل الكلام الكتير على الانتاج الحربي ادى بعض ارتحال لعيبة ده اللي كنت هسأله الكابتن على الكابتن زي ما كابتن علاء قال ان شوفنا مجموعة كبيرة جدا من العيد النادي الاهلي برا مستوى ولا نصر مستوى فعلا هل الكلام اللي كان بيتقال ان الانتاج الحربي ناقص كذا العيب ومش دي الفرقة الاساسية بتاعته وان هما بقى لهم ست شهور ما لعبوش والكابتن مختار فترة الفات كان بعيد عنهم ده اثر على بداياتنا في مباراة انا هجيب بس من مبارات امبي احنا اتفقنا قبل مبارات امبي ما تبقى ان والد ان ده المستوى ان يكون هو فنية ما تبقاش احسن حاجة مباراة عن مباراة هتيجي بدنيا هتجيب نفسك بدنيا فبالتالي فنية هتيجي ونخليها متفقين ان مبارات امبي برضو ما كانتش فنان احسن حاجة ما كناش برضو ما وصناش لخمسين في المية المستوانة النهاردة برضو نفس الشيء ممكن يكون النهاردة فيه ايجابيات في المباراة انك دخل فيك جول وعايز تعادل ودي حاجة مهمة برضو حاجة من الحاجات المهمة